بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أحبتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي اليوم بإذن الله سنكمل ما تعلمنا في وحدة التشكيل بالمسطح والمجسم وسنتعرف على مهارات عديدة وخبرات متنوعة فهيا بنا يا أحبتي سنشاهد الآن مقطع فيديو لكي نتعرف على عنوان درسنا اليوم هيا نشاهد سويا أحفورتي الصغيرة انظر يا أخي لقد وجدت شيئا غريبا أرني إياه يا فهد هذه تسمى أحفورة قبل ملايين السنين عاشت على الأرض وفي البحار كائنات عديدة تمير بعضها في الطين والرمل فتحولت ببطء إلى أحاثير إذن درسنا اليوم أحفورتي الصغيرة الدرس الثاني من وحدة التشكيل بالمسطح والمجسم ما هو يا أحبتي موضوعنا الثاني؟ أحسنتم أحفورتي الصغيرة سنتعلم في هذا الدرس العديد من المفاهيم والخبرات ونقوم بتنفيذها سويا في الدرس السابق كان درسنا التشكيل بالطين تعرفنا على خبرات ومهارات متنوعة فماذا أعرف من خلال الدرس السابق يا أحبتي؟ ماذا عرفنا وماذا تعلمنا؟ تعرفنا على المكون الأساسي للطين ما هو المكون الأساسي في الطين؟ أحسنتم التربة إذن التربة هي كانت المكون الأساسي للطين وتعرفنا أيضا على طريقة تحضير الطينة وذلك بتنظيفها من الشوائب وإضافة الماء ثم تركها لتجف والحصول على عجينة طرية أستطيع أن أقوم بالتشكيل بها وماذا تعرفنا على مفهوم الطينة؟ وتعرفنا أيضا على بعض طرق التشكيل بالطينة من أهمها نحن تعرفنا على طريقة الضغط وطريقة القلب اليوم بإذن الله سنتعرف على مهارات أخرى فماذا أريد أن أعرف؟ ما أريد أن أعرف؟ مفهوم الأحفورة ماذا نقصد بالأحفورة؟ وكيف تكونت الأحافير؟ كيفية إحداث أثر العناصر على الطين؟ كيف أقوم بإحداث بعض العناصر على الطين لإظهار هيئتها؟ أيضا سأتعرف على طرق جديدة للتشكيل بالطينة بداية نتعرف على الأهداف يتوقع من الطالب والطالبة في نهاية الدرس أن يعرف مفهوم الأحفورة يوضح مفهوم أثر العناصر بدقة يعجن الطينة بشكل صحيح يفرد الطينة بشكل متساوي يطبق طريقة الضغط الصحيحة لإبراز الأثر على الطينة يصف القيمة الجمالية بالتشكيل بالطين خبرتنا اليوم بإذن الله في هذا الدرس إظهار أثر العناصر بالضغط على الطينة الآن يا أحبتي سنحلق في عالم الخيال وسنبحث عن ما كان يعيش من ملايين السنين قبل ملايين السنين كان يعيش على الأرض وفي البحار العديد من الكائنات سواء كانت هذه الكائنات حيوانات أو نباتات وأحجار وقواقب كيف عرفنا أنها تعيش فيها من مئات السنين حينما توفيت هذه الحيوانات وماتت هنا نشاهد بعض الحيوانات التي كانت تعيش في مئات السنين مثل الدنيوسورات ويوجد أيضا هنا في المموت ماذا حدث بها؟ طمر حينما ماتت وفي مكانها طمر بعضها في الطين والرمل وبعد ذلك أحدثت الأوامل الطبيعية الموجودة في الأرض بإحداث طبقات على هذه الأرض وحين قدم الإنسان على حفر هذا الأرض عثر على هذه الأحافير سواء كانت هذه الأحفرات موجودة على اليابس أو موجودة في الماء إما تكون على اليابس أو تكون في قاع البحار هنا تحولت ببطء إلى أحافير كما نشاهد في الشكل 73 الصفحة 69 هذا الشكل عبارة عن أوراق ونباتات هذا الشكل عبارة عن أوراق عاشت قبل مئات السنين وألاف السنين عثر عليها تسمى الأحافير لكن كيف تكونت هذه الأحافير كيف تكونت هذه الأحافير عندما عاشت هذه الحيوانات وماتت هنا نشاهد كيف تحللت في طبقات الأرض وبعد أن وصلت إلى هذه الطبقات حللت الأجزاء الطرية من جسمها وبقيت الأجزاء الصلبة وبعض الأجزاء الطرية أيضا حولت إلى أجزاء الصلبة مثل العظام والأسنان وبعض هذه الكائنات وجد فقط أثار طبع أقدامها حينما قامت هذه الأقدام عندما طبعت على الأرض تحجرت فتكونت لحفورة بطبعات أثار الأقدام إذن لهذه الأحافير علامات إما تكون أثار أقدام أو بقايا أجزاء الكائن الموجود أو تتسخر وتصلب بعض أجزاء هذه الحيوانات هنا نشاهد على تعريف الأحفورة إذن ما هي الأحفورة؟ من خلال المعلومات التي طرحناها قبل قليل نرتب العبارات للحصول على مفهوم الأحفورة عاش في الماضي هو كل أثر لنبتة أو حيوان هيا نرتب سويا هذه العبارات للحصول على مفهوم الأحفورة إحسنتم هو كل أثر لنبتة أو حيوان عاش في الماضي أحسنتم إذن الأحفورة هو كل أثر لنبتة أو حيوان عاش في الماضي أو أي كائن حي كان موجود في الماضي عثر على بقايا إما عظام أو حتى أسنان أو جلد أو أثار تحجرت وتصلبت فوجدها الإنسان هنا يا أحبتي أحفورة صخرية لعظام الدنيا سور عثر عليها ووجدها بهذا الشكل هنا أحفورة طبعة حيوانية تحولت إلى صخر صلب هذه أثار أقدام حيوان عاش من مئات وملايين السنين فتصلبت وتحولت إلى صخر صلب أيضا هنا أحفورة الأصداف ولكن هذه المعلومات بإمكاننا التعلم أكثر وأكثر منها باستفسار بمعلمي العلوم ومعلمات العلوم وأخذ معلومات أكثر والاستمتاع بالتجارب العلمية وكيفية الأحافير التي عثر عليها الإنسان طبعا الإنسان حينما حفر هذه الأرض للعثور على هذه الأحافير كان بسبب مهم وهو الحصول على الوقود فهذه الأحافير يستفيد منها الإنسان للحصول على الوقود وإنتاج الطاقة الطبيعية حينما تكلمنا الآن وقلنا أثر هذه الحيوانات والكائنات والنابتات أو النباتات عفوا هذا الأثر كيف حدث يذكرنا بماذا يا أحبتي أخذنا هذه العبارة في دروس سابقة الأثر كيف يحدث الأثر يا أحبتي يذكرنا بماذا حينما أخذنا مجال الطباعة وقلنا نستطيع أن نطبع بالبصمة وننتج أثرا إذن هناك علاقة بالبصمة ما هي البصمة؟ البصمة هي أثر العناصر سواء كانت هذه البصمة بالأيدي أو بالأرجل كيف نحدث أثر هذه العناصر؟ كيف تحدث هذه العناصر؟ من خلال إظهار شكل العناصر على سطح الطينة باستخدام طريقة الضغط إذن باستخدام طريقة الضغط إذن هناك علاقة بين الأحفورة وبين البصمة ما هي العلاقة بين الأحفورة وبين البصمة؟ هنا نشاهد كيف قمنا بعملية ضغط بالبصمة إذن ما هي العلاقة الموجودة بين البصمة والأحفورة؟ يوجد لدينا شكلان الآن في الشكل الأول صورة لإحفورة هذا الشكل صورة لإحفورة أما الشكل الثاني وهو صورة لبصمة هل يوجد علاقة بين هذا الشكلين يا أحبتي؟ هل يوجد علاقة بين الإحفورة والبصمة؟ أحسنتم كلاهما يوضح أثر وشكل العناصر هنا شهد في الأحفورة أثر لعناصر كائن أقدام أثار أقدام وهنا أيضا أثار لأصابع كائن إذن هناك كلاهما يوضح أثر وشكل العناصر من خلال ماذا؟ من خلال ماذا؟ الضغط أحسنتم إذن الضغط من طرق التشكيل بالطين وتعلمناها في الدرس السابق العناصر ما هي العناصر التي ممكن أن تحدث لي أثرا في الطين؟ هناك العديد من العناصر حولنا في البيئة نستطيع أن نستخدمها وننتج أثرا لها على الطين هنا في الصورة نستخرج العناصر البيئية في الشكل 75 صفحة 70 يوجد هنا في هذه الصورة العديد من العناصر البيئية حولنا نستطيع أن نتعرف عليها هيا نتعرف عليها بشكل تفصلي هيا يا أحبتي القواقع أحسنتم تعتبر القواقع من العناصر البيئية حولنا أستطيع أن أستخدمها في تشكيل أثر على الطين وذلك لوجود الملامس المتنوعة على هذه القواقع والأصداف أحسنتم يا أحبتي وماذا لدينا أيضا في الصورة؟ أحسنتم أوراق نباتات بإمكاني أن أستخدم أوراق نباتات مختلفة فالنباتات لها أشكال مختلفة وملامس تختلف عن الأخرى فيوجد ما هو لولبي ويوجد ما هو منحني ويوجد ما هو مستقيم ومائل ومقوس فأستطيع أن أستخدم هذه النباتات لإحداث أثر على الطينة وماذا أيضا أحسنتم نجم البحر؟ يعتبر نجم البحر من العناصر البيئية التي تحتوي على ملامس مختلفة وجميلة ورائعة لإحداث أثرا على الطين بمقاسات مختلفة وماذا يوجد لدينا؟ الأحجار أحسنتم الأحجار أشكالها مختلفة وملامسها متنوعة أستطيع أن أستخدم الأحجار لصنع أثر على الطين بأحجام وأشكال مختلفة وماذا يوجد أيضا في الصورة؟ يوجد السنابل أستطيع من خلال السنبلة إحداث أثر وإظهار هيئته على الطين بشكل واضح مما تحمل بهذه السنابل من ملامس متنوعة ومختلفة وماذا يوجد لدينا أيضا؟ أحسنتم بعض الأغصان التي ممكن أن أستفيد منها بوضعها أثرها والضغط على الطين لإحداث أثر متنوعة في الملامس نحن الآن طبقنا هذا الأثر التشكيلي من خلال العناصر البيئية من حولنا أيضا بإمكاننا يا أحبتي استخدام عناصر أخرى سواء كانت من البيئة التي حولنا أو استخدام عناصر صناعية مشابهة لهذه العناصر تعلمنا يا أحبتي في الدرس السابق بعض أساليب التشكيل بالطين من أهمها ماذا؟ في هذه الصورة وهذه الصورة ما هي الأساليب التي تعلمنا هنا؟ أحسنتم الضغط الضغط يعتبر من أهم أساليب التشكيل بالطين وسنقوم أيضا بالتأكيد عليه وتطبيقه وتطبيقه في درسنا اليوم أيضا القوالب تحدث ملامس متنوعة وذلك لاختلاف القوالب بأشكالها وخطوطها وملامسها التي تعطيني أثرا جميلا متنوع ومختلف وأستطيع أن أقوم بتطبيقه على الطينة بكل يسر وسهولة أما الطريقة الجديدة التي سنتعلمها اليوم بإذن الله هي طريقة الشرائح طريقة الشرائح تعتبر من أهم الطرق التشكيل بالطين لكن كيف نقوم بعمل هذه الشرائح؟ وذلك باستخدام الفرادة وذلك باستخدام الفرادة هذه الفرادة أقوم بعد أن أعجل الطين وهذه من الضروريات لتهيئة الطينة للتشكيل أقوم بفرد القطعة الطينية للحصول على شرائح أقوم بالضغط عليها لإحداث ملامس ولكن الشريحة يجب أن تكون دا سماكة معينة لكي أستطيع أن أقوم بالضغط على العناصر لإحداث أثر يتضح على هذا العنصر لأن كلما قلت سماكة هذه الشريحة سيفسد العمل لدي لكي أحصل على عمل جيد يجب أن أحرص على وجود سماكة معينة للشريحة إذن الطرق التشكيل التي سأطبقها بإذن الله في درسي اليوم طريقة الضغط وطريقة القوالب وطريقة الشرائح وبإمكاني أن أجمع هذه الطرق في عمل واحد للحصول على عمل جيد بالتشكيل بالطين أحسنتم يا أحبتي من خلال الصور التي أمامك السنتج ما تعلمت تعلمنا الآن أشياء كثيرة من خلال الصورة الأولى ماذا تعلمت من خلال هذه الصورة؟ تعلمت أن نجم البحر الصورة يوجد لدي نجم البحر من العناصر التي تشكل أثر على الطين وذلك لما يتمتع به هذا النجم بملامس متنوعة وجميلة ورائعة أستطيع أن أستخدمها لوضع تأثيرات على الطين هنا في الصورة التالية الشرائح إحدى طرق التشكيل ولكن يجب ماذا؟ أن أحرس على وجود سماكة معينة للحصول على التشكيل بالضغط على العناصر للحصول على نتيجة رائعة ربما تكون الشريحة رفيعة بعد أن أقوم بالضغط عليها ستتشقق ولا أحصل على الشكل المرغوب فيجب أن أحرس على السماكة المعينة للحصول على أثر جيد في الصورة التالية عجل الطينة وتهيئتها للتشكيل وهذا يا أحبتي من الضروريات التي يجب أن أمارسها قبل بدء عملية التشكيل فعندما أأخذ قطعة من الطينة يجب أن أعجنها جيدا لماذا؟ للحصول على طبقة متساوية غير متشققة ونظيفة وأستطيع أن أقوم بتشكيلها لأنها ربما تكون هذه العجينة أو هذه القطعة الطينية الصلبة فأحتاج إلى أن أقوم عجنها وإضافة القليل من الماء للحصول على عجينة لينة أيضا بإمكاني أن حينما أقوم بعجن هذه الطينة أحصل على طينة نظيفة أستطيع أن أطبق عليها الأثر بشكل جيد إذن عجن الطينة تعتبر من الأشياء التي المهارات التي يجب أن أطبقها قبل التشكيل إذن يا أحبتي كيف عرفت بأن الدنيا سورات عاشت من ملايين السنين؟ كيف عرفنا ذلك يا أحبتي؟ بأن هناك دنيا سورات عاشت من ملايين السنين وذلك من خلال أحسنتم العثور على الأحافير والأحفرات لهذه الكائنات فاستطاع الإنسان والبحث عن هذه الأحافير بالحصول والتعرف على الحيوانات والكائنات التي كانت تعيش قبل مئات السنين وبذلك يا أحبتي انتهت حصتنا الأولى انتظرونا في الحصة القادمة الثانية بإذن الله لنتعرف على خبرات أكثر في درس أحفورتي الصغيرة ترجمة نانسي قنقر